يواجه اليمن تدهوراً في الوضع الإنساني أسوأ من أزمة الصومال بحسب تقرير الأمم المتحدة وذلك بعدما أظهرت إحصاءات أن من بين اليمنيين من لا يأكل إلا مرة كل ثلاثة أيام وأن خمس الأطفال يعانون من سوء تغذية حادة في بعض المناطق وهو معدل يتجاوز حدود معدلات الطوارئ لدينا حوالي أكثر من خمسة مليون يعتبروا من الناس الذي لا تصل إليهم احتياجاتهم الغذائية لدينا سوء تغذية بين الأطفال سوء تغذية بين النساء هناك لدينا نسبة وفيات كبيرة جداً بين الأمهات في فترة الحمل والولادة فالوضع الإنساني للأسف الشديد ما زال صعباً وما زال معقداً وما زال حرجاً ويتوقع الخبراء أن تكون العاصمة اليمنية صنعاء أول عاصمة في العالم مهددة بالعطش ونظوب المياه بعد أن وصل نصيب الفرد اليمني الواحد حالياً من المياه لا يتجاوز 150 متر مكعب في العام وهو من أقل معدلات الاستخدام العالمي الوضع الإنساني في اليمن متدهور جداً لذلك نحن نطلق هذه الحملة اليوم من دبي بالاشتراك مع منظمات دولية لإنقاذ أكثر من 50% من سكان اليمن الذين يعيشون تحت مستوى الفقر خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2013 هو عنوان الحملة التي أطلقتها المنظمات العالمية للإغاثة من مدينة دبي للخدمات الإنسانية بحضور عدد من مسؤولي المؤسسات الخيرية الإماراتية والعالمية إلى جانب ممثل من الحكومة اليمنية الإمارات أو الهلال الأحمر كانت له خدمات في اليمن بما يغارب 200 مليون درهم إماراتي هذا غير التوجيه الذي وجهه الشيخ خليفة بن زايد الله تعالى بعمرة ببناء ألف بيت في وادي حضرموت ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والاضطرابات السياسية والعنف دفعت الفقراء إلى شفير الهاوية مما دعى ممثلي منظمات الإغاثة الدولية إلى توجيه دعوات إلى المانحين لتمويل النداء الجديد بسرعة وسخاء لتفادي تحول الأزمة إلى كارثة ودعتم إلى أخذ العبرة من الصومال حيث ارتفعت نسبة الخسائر البشرية كثيرا في الصومال نتيجة تأخر الاستجابة وشحها عبدالنطوع آل عربية